مرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية إذن هذا الدرس سيكون ابتداد للدرس السابق الدرس السابق تعلمنا كيفية تصنيف الأفعال لثلاث مجموعة المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة البرمير جروب، الدوزين جروب، الدروزين جروب بينما في هذا الدرس سنتعلم على الأفعال المساعدة، الثقسلياير في البرمانسيا لدينا في الأفعال المساعدين لذلك البرمانسية أفعال لثلاث مجموعة الثقس ليوم سندسو فقط في هذا الدرس لآكسلية أتر تتغيير هذا الفعل تماما عند تصريفه إذن كتابته تتغيير تماما وبالتالي لا توجد قائدات عبتة لتصريفه وفا هو يحفظه كما يعطى يعني كما هو العم إذن أولا دمائل لدينا ج تي لأل نقول أنها دمائل المفرادة les pronoms personnels du singulier Le verbe être au présent Je suis أنا tu y es أنت il est هو elle est هي نصم نحن V Z أنتم إلسان هم ألسان هن إذن كما لاحظتم لا يوجد لا أثار للكسيارات في كتابته إذن هو يتغيير تماما وبالتالي توجد قاعدة لتطبيقها بل يحفظ كما هو كما صرف الآن سنمر لبعض تطبيقات هذا الفعل في الجمل أو كيفية تركيبه في الجمل أو لما يصلح أو ما يوابل في استعمالاته قد يوابل عن تعيف مثلا أريد أن أعرف عن نفسي أو أقدم عن نفسي يشفو عمال إذن هنا يهدن هنا لمرام يهدن هنا يهدن هنا كما تريد أن نترحو صفي للم جهدن هنا هل أن تعماليه؟ إنه يقولنه أنه و هو إبارة عن شبه جملا La maison de mon oncle بيطو عمي أو بيطو خالي oncle قد تواب بلعن العم أو الخالب باللغة الفرنسية La maison de mon oncle est grande هنا نصفو المنزيل بأنه كبير Air le verbe être conjugué aux troisième personnes du singulier ولا نصفو وظو المنزيل بيطو خالي بيطو ¿ Сергейn يكون منات . لا تدلو على علامات التقنية المنزل مو أنت في اللواء الفرنسية Elle est grande Les filles sont dans la maison الفتيات في المنزل Les filles سنعودها بالضامير Elle مع عدب نفسية كتابة S لأن هنا الجمع Elle sont إنهم في المنزل أو هنا في المنزل Elles sont à la maison إذن نقوم بتعود الفتيات pronom personnel par le pronom personnel Elle Elle c'est la troisième personne du pluriel pluriel والجمع Les garçons sont à l'école الأولاد في المدرسل نعود لأنهم الذكور إذن العلامة الحافية سيدل على الجمع ils sont les filles sont à l'école المتكلم أنا وشخص وشخص آخر المدرسل 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 إذن شكرا جزيلا لكم على حسن انتباهكم أي دروس تودون شرحها أو الاستفسار عنها ما عليكم إلا كتابتها في التعليق وأنا إن شاء الله بإذن الله سأقوم بوضع فيديو لها أشكركم على حسن انتباهكم وإلى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر